هذا الفيديو برعاية كويي كويي هو موقع على الانترنت من خلاله يمكنك اقتناء وشراء الملابس صراحة من أفضل المواقع التي جربتها لشراء الملابس سواء ملابس رجالية أو ملابس نسائية أيضا فالموقع يوفر عدد ضخم وكبير جدا من الملابس الرائعة جدا صراحة وبثمان مناسب والشحن يصل إلى باب منزلك في غضون أسبوع إذا ما أردت شراء أي شيء من هذا الموقع سأترك لك رابط الموقع ورابط تحميل التطبيق الخاص بالموقع أيضا في أسفل الفيديو في الوصف في الديسكريبشن بوكس قم بالضغط على الرابط وقم بالدخول إلى الموقع ومشاهدة الملابس إذا ما عجبك أي شيء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعي العالم دكي في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة أفضل تطبيقات الأندرويد لهذا الشهر مع شهر نومبر تطبيقات جديدة أتمنى من صميم قبل أن تفيدكم إذا إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم دكي فأنصحك بالاشتراك في القناة نعم الزر الأحمر أسفل الفيديو شكرا لكم بالضغط عليه وأيضا لا تنسى تفعيل جرس تنبيهات ليصلك جديد القناة لحظة بلحظة من دون أي تأخير لنبدأ على بركة الله في فيديو أفضل تطبيقات الأندرويد لهذا الشهر لنبدأ على بركة الله مع التطبيق الأول وهو تطبيق كوداتي نعم تطبيق عربي 100% يمكنك من تعلم أي لغة برمجة تختار في بالك على سبيل المثال الـ C++، الـ HTML، الجافا سكريبت، الـ CSS أي لغة يمكنك تعلمها انطلاقا من هذا التطبيق العربي 100% يكفيك الدخول إلى الكورسات أو إلى الدروس ومن ثم تختار اللغة التي أنت مهتم بها وتريد التعلم ومعرفة مفاهيم هذه اللغة وكيف يمكنك استخدامها والاستفادة منها في الربح من الأنترنايت وكل هذه الأمور ومن ثم تبدأ في قراءة الدروس طبعا التطبيق نفسه يجمع لك عدد ضخم جدا من الدورات الاحترافية التي يمكنك الاستفادة منها وتتبعها من الأول إلى الآخر لكي تصبح محترف في لغة برمجة خاصة بك أنت تحبها وتعشقها ومهووس بها وتريد تعلمها في وقت وجيز جدا مرورا للتطبيق الثاني محبوب الجماهير ومن لا يعرفه نوفا تيفي من أفضل البرامج التي جربتها مؤخرا في مشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية بطرجمة عربية نعم البرنامج خالي من الأخطاء خالي من المشاكل صراحة من أفضل وأحسن البرامج والتطبيقات لمشاهدة الأفلام والمسلسلات استخدمه كل يوم لمشاهدة فيلم أو مسلسل خاص بسهولة ثامة يكفيك الدخول إلى التطبيق طبعا تقوم باختيار مسلسلات أو أفلام من ثم تختار الفيلم أو المسلسل الذي تريد مشاهدته تضغط على زر واتش من ثم سيعطيك روابط كثيرة وعني كبيرة جدا حتى إذا كانت لديك أنترنت ضعيفة يمكنك مشاهدة الفيلم فيلم أخير بجودة 360 أو 480 وطبعا هناك جودات عالية كالألف وتمانون والسبعة وعشرون إذا كانت لديك أنترنت والسرعة أنترنت قوية حينما تختار الرابط الخاص بك تقوم بالضغط على play with subtitle من ثم سيعطيك اختيار الترجمة الخاصة بالفيلم طبعا تبحث على الترجمة المناسبة إذا كان فيلم Blu-ray تقوم ببحث على الترجمة Blu-ray إذا كان فيلم 1080 تبحث على الترجمة 1080 لكي تكون الترجمة متناسقة مع الفيلم نفسه من ثم سيبدأ معك الفيلم بالاشتغال بدون أي مشاكل طبعا حتى السيرفرات يعطيك هل السيرفر سرعته جيدة هل سرعته قوية أم سرعة ضعيفة يعني أحاول اختيار سيرفرات سريعة جدا لكي لا يتجنج معك الفيلم ويتقطع في وسط الفيلم يعني وتنفجر وتغضب بشكل كبير جدا طبعا كما قلت التطبيق يوفر لك العديد من المميزات الأخرى كتحميل الفيلم إذا ما أردت المشاهدته لحقا على هاتفك وصراحة العديد والعديد من المميزات الرائعة جدا التي يعني يوفرها تطبيق نوفا تيفي إذا ما أردت تحميله رابط التحميل أسفل الفيديو في الوصف مرورا للتطبيق الثالث في هذه السلسلة هو تطبيق يوسي ميت نعم يوسي ميت تطبيق شبيه بتطبيق يوتيوب ونفسه نفس تطبيق يوتيوب لكن الغرض من التطبيق وهو أخذ الداتابيز وفيديوهات الموجودة على موقع يوتيوب ويوفر لك ميزات أخرى يمكنك الاستفادة منها لا يوفرها التطبيق الرسمي لموقع يوتيوب ومن منا لا يريد استماء الموسيقى في الخلفية على تطبيق يوتيوب ولا يمكنه القيام بهذا مع كاميرا لأسف هذا التطبيق سيوفر لك الاستماع في خلفية هاتفك حتى وإن أغلقت التطبيق ستبقى الموسيقى شغالة طبعا جميع الفيديوهات الموجودة على موقع يوتيوب ستجدها على تطبيق يوتيوب أيضا لأنه يأخذ من موقع يوتيوب نفسه أيضا لديك ميزة رائعة جدا وهي ميزة الـ Pop-up التي من خلالها يمكنك تحريك الفيديو على شاشة هاتفك وبالتالي يمكنك مشاهدة فيديوهات وأنت تدردش على الواتساب أو تتصفح على الفيسبوك أو على جوجل كروم تقوم بعمل العدد من المهام في آن واحد وليس فقط الدخول إلى موقع يوتيوب ولا تقوم بأي شيء آخر أيضا من المميزات الموجودة على التطبيق أنه يمكنك تحميل الفيديوهات بأي صيغة تريدها نعم إذا كنت تريد تحميل فيديوهات بصيغة 1080 فالتطبيق يوفر هذه الميزة وأيضا إذا كنت تريد تحميل الفيديوهات على صيغة MP3 بالأوديو فقط وليس الفيديو فأيضا موجودة على تطبيق UCMate صراحة تطبيق متكامل الكل يريد هذه الميزات متوفرة على تطبيق يوتيوب الرسمي لكن مع كاميرا لأسف لا توفرها شركة يوتيوب طبعا يمكنك الحصول عليها انطلاقا من تطبيق UCMate من الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو التطبيق الرابع في هذه السلسلة هو تطبيق Hyperlapse نعم تطبيق خاص بشركة مايكروسوفت يمكنك من تصوير والتقاط فيديوهات بتقنيات Hyperlapse لمن لا يعرف هذه التقنية فهي تقنية موجودة صراحة على أغلب الهواتف الفلاكشيب ستقول لي إذا كانت موجودة على أغلب الهواتف لما سنقوم بتعميل تطبيق Hyperlapse هذا التطبيق سيمكنك من تحديد السرعة الخاصة بالفيديو والتي لا نجدها في أغلب وعني جميع الشركات التي تقدم هذه الخدمة تطبيق Hyperlapse يمكنك من خلاله التقاط فيديو عشر أو عشرون ثانية وهو سيعطيك السرعة التي تريد التحكم بها في الفيديو الخاص بك أو Hyperlapse الخاص بك وهذا عمر رائع جداً وأغلب اليوتيوبرز أو الفلوغرز يحتاجون صراحة لهذه الميزة لأنها ميزة مفيدة جداً إذا كنت تصور فيديوهات Hyperlapse فتحتاج إلى تسريع الفيديو أو تبطيق الفيديو وأيضاً البرنامج يدعمل 1080p إذا ما أردت عمل إكسبورت الفيديوهات بـ 1080p فيكفي أن يكون لديك هاتف أو كاميرا هاتفك تكون كاميرا محترمة وكاميرا توفر أداء جيد سواء في الإضاءة الخافتة سواء في الشمس وسطوع الشمس وستحصل على فيديوهات رائعة جداً انطلاقاً من تطبيق Hyperlapse الخاص بمايكروسوفت التطبيق الخامس والأخير في هذه السلسلة هو تطبيق ميليتيبل فيديو صراحةً بدون شعور وجدت نفسي أشغل هذا التطبيق تقريباً كل يوم كل ساعة أريد مشاهدة فيديوهات بكثرة وليس لديه وقت أقوم بتشغيل أربع فيديوهات في آن واحد تخيل معي أنه يمكنك الاستفادة من شاشة هاتفك بالكامل وليس فقط مشاهدة فيديو واحد أو اثنان أو ثلاثة لا يمكنك مشاهدة أربع فيديوهات في آن واحد فالشاشة يتم تقسيمها على أربعة وتختار الفيديوهات التي تريد مشاهدتها صراحةً الميزة الوحيدة الغائبة في هذا التطبيق أنه لا يدعم مواقع مثل يوتيوب مثل فيسبوك مثل هذه الأمور يمكنك فقط مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتحميلها على هاتفك الموجودة طبعاً على الذاكرة التخزينة الخاصة بك لكن لماذا نشاهد هذه الميزة في تطبيقات أخرى تعطيك سبليت سكرين على أربعة وليس على اثنان وطبعاً هي موجودة في النظام لكن على أربعة ستفيدك بشكل كبير جداً ويمكنك مشاهدة ومراجعة فيديوهات إذا كنت تريد مشاهدة فيديوهات بسرعة كبيرة جداً وليس لديك الوقت يمكنك مشاهدة أربع فيديوهات في شاشة واحدة وفي آن واحد إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى من صميم قلب أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم إذا ما عجبتك التطبيقات التي شرحناها في الفيديو قم بالضغط على الرابط أسفل الفيديو في الوصف في الديسكريبشن بوكس وقم بتحميل التطبيق الذي أعجبك والذي تجده مفيد لهاتفك والاستخدامك للهاتف في حياتك اليوميا إلى هنا نظر الموعد في حلقة مقبلة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة